اشتركوا في القناة لتوليه مهام الأمين العام لمجلس التعاون متمني له التوفيق والسداد في أداء المهم الموكلة إليه لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي المشترك في كافة المجالات وتكريس مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا من جهته أعرب معالي الأستاذ جاسم محمد الابديوي عن اعتزازه بثقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتولي مهام الأمين العام لمجلس التعاون مؤكدا عزمه بذل المزيد من الجهد لمواصلة مسيرة المجلس المشترك وتحقيق تطلعات وطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لمزيد من التكامل والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء مشيدا بالدور الفاعل والبناء الذي تقوم به مملكة البحرين في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو أهدافها السامية متمنيا لمملكة البحرين دوام الرفعة والرقي والازدهار وتم خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بتطوير التعاون الخليجي والارتقاء به إلى مستويات أكثر شمولا وسبل تحقيق المزيد من الإنجازات ذات المردود الاقتصادي والتنموي والاجتماعي لما فيه خير وصالح مواطني دول المجلس وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر